السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قال بي أهلا بكم أعظم صيغة للتسبيح وأكثرها أجر النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند السيدة جوائرية بنت الحارث أم المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام خرج من عندها يروح يصلي الفجر وارجع لها بعد الضحى يعني بعدها ييجي بساعتين مثلا فلقاها قاعدة بتسبح زي ما هي قال لها يعني أنت على الحال دي من ساعة ما سبتك قالت له آه لا طب أنا قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت الكلام بتاعك ده كانت تطلع أتقل منه كله طب إيه هي يا رسول الله قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الأربع كلمات دول تقولهم طلعب مرات ده كأنك عادت تذكر ربنا سبحانه وتعالى أكتر من ساعتين تخيل أجر كبير جدا معناها إيه سبحان الله يعني أنزه ربنا سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل ضعف وعن أي حاجة فينا إحنا كخلقه هو عز وجل أكبر وأعظم من ذلك الكثير سبحان الله وبحمده ونحمد ربنا سبحانه وتعالى عدد خلقه عدد الناس اللي ربنا خلقه من أيم سيدنا آدم ورضى نفسه وعدد الناس اللي رضى عليهم سبحانه وتعالى كل يوم ودول ما بينتهوش أبدا وزنة عرشه وزن العرش سبحانه وتعالى يعني حاجة عظيمة جدا من مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى اللي وزنها لا يعلمه إلا الله ومدادة كلماته قالوا قد قطر البحار مش ربنا سبحانه وتعالى قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي فأنت بتقول سبحانه الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومدادة كلماته أنت تقول يا رب أنا أسبحك أنا أقدسك من كل نقص وعيب كل ده فربينا سبحانه وتعالى لا يتقبل منك ويديك الأتر العظيم شوف بقى يعني بسيطة خالص والله ما تاخد منك حاجة عارف لو أنت رايح جاي تقولها كده شوف الأجر اللي هتلاقيه في مزانك يوم القيامة والله العظيم أنا بحبها هديك عسنا أنا بحبك وأنا بحبوكم في الله شوفكم بكرة بإذن الله تابعوا عشتاج السابعة تلقى عليك كل الفيديوهات وإثيوات تبيها بيه أدشر سنة النبي يالله وتنسى ستنصر سلام عليكم